اهلا الاوال لنقرع الجرس وها هي تحمل قلب اللبوة عين النصر ويد الجنرال بعدك بتخوفي بالوسط الفني؟ ما بعرف ليش بقوله بخوف يعني انه انا ما بحبه هيدا التعبير شو؟ انا بلاي انه بيحترموني كتير في احترام وتقدير شو بخوف؟ في ناس يعني كمان بالوسط فيه نسبي مش كبيرة بس نسبي نسبي بشوفة كبيرة على اقليتها محترمي جدا وباهميتي واهمني نجوميتي كوين اليوم؟ شو خاصي بالنجومية؟ لا انت امرأة نجم اليوم انا معروفة لا 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 انت بفرق كبير الستار بيستعمل ادوات النصب انا ما بيستعمل ادوات انا ادواتي الرفع الجر الضم النصب التنوين انا لغة انا مش اكسسوار مني ستار انا يمكن بس معروفي كتير اسم معروف وجه معروف اكيد عندي حضور بس مش ستار ستار الو صفات تانية نعم فكرة شفيرة نضال احمدية اذا بدي احكي اكتر هلا احنا بلشنا بفك الشفرة نضال صح؟ ما بلشنا هلا كل شي حكيت انا بفكته شفرة بعد خيال انتقل اذا لفكر تفك الشفرة ونبلش بمصالحة توني خليفة ونضال احمدية فك الشفرة فك الشفرة فك الشفرة مع نضال احمدية نضال احمدية مبروك اولا مصالحتك و المصالحة اللي صارت بينك وبين توني خليفة مسج جمعة بصهرة مين الاول بصهرة مين الاول شو؟ مرسي خلاص انتهى لهون شو صار؟ انتهى هحكي شو صار؟ قام توني خليفة بمبادرة بمصالحتيك قدام الكاميرات اللي كانت موجودين خليني اقول انا على الهواء كمال لا اعطي حق لقلي ولنضال معتول لانه نحكى قدامنا ونسأله قدامنا هذا السؤال كنت واقف انا ونضال معتول تجي احدى الاعلاميات ما رح اسكر الاسم تسألني شو بدي اسأل توني خليفة؟ قلتلة تسألي توني خليفة انت هون نضال احمدية واصلة بعد شوي كيف هتلتقو؟ اول ما وصل توني خليفة انت حضرتك واصلة وقرب توني خليفة بوصيك وسلم عليك وصارت المصالحة قد انا قربت سلمت على مدامت وبوستها ومشتقت له ست بتسوى تقلة نعم وتفاجأت عمبي عملو معي مقابل تجأت حضعبطني بسرعة وبوصني ف انا حس يعني شو حسيت من جوة لانه احساسي هو اللي بقولني حسيت انه هيدا خي وقادرة سامح يعني على شو بديك تسامحي على كل القدح والدنم والتهم اللي وجهها لقلي والظلم اللي يعني حلات افتر علي توني لما بيحكي عن ملفات وعن انه شن الملفات اللي بيملكون توني خليفة عليك قال لك يا هون لا لك حبيبي انت انت ما فرض تقول له تفضل طلع لي الملفات مش ممكان بيحكي بملفي طلعوا عيب يعني صارت كلمة مقلقيمة صار ايا زبالة او زبالة بتعبول انا عندي ملفات ملفات شو حبيبي في حدا طلع حكي عن ملفات الفاريز مسخرة في عقل قلت عقل ملف تفضل عدمه ملف شو بوضو توني عنده ملفات ياريت بيفتح علي لانو انا بستحب بيحكي عن حالي مفروض توني يشهد يقدم هيدا الملفات اللي عنده عني عكل حال هو ما بيقصر يعني بيجلسات بيحكي بيحكي الحقيقة وبيحكي ضميره شو صار له مين فتن بيننا فينا نعرف هيدا الخلاف انا اليوم برحكيته لتوني وخبرتك تصلت بي توني خليفة لا يطلع معنا على الهواء بدي واجه له تحية اصلا لتوني خليفة قال لي انو انا ما بدي اطلع الهواء وتاجر بالموضوع اليوم صار مبادرة مني انا قرى بتسلمت على نضال الاحمدية الموضوع بينتهي لهون اليوم انت وطوني خليفة شو رح بيصير رح ترجع المياه الى مجرية متى بقوله يا عمي طوني خليفة هلا بتأتي بس لا تشكيها اصلا على الهواء طوني استاذ كبير تبليه بدي اهره شو شو بدي اقول يا عمي ما فيني اخترع كذبة شو بدي اقول عنده ملفات متل ما هو عمل شو بدي اقوله بيقبط متل ما هو قال عني ما بقى فيني كذب انا قلت برعبه على الهواء بلاقي احيانا هيك بدك هاي ممنوعة على تليفيزيونه بالازاعة طبعا مدربين احنا ممنوعة بدأتكون رشيق ممنوعة تاخد نفس وبيتخ لما بدك تاخد النفس بتاخده متل بتاخده بعيد عن المايكروفون فلقيت هاي حلوة ايس بتاخده شو بدي اهره انا بس بدي اهره لحظة بس هو الحقيقة ما بتاخده هو يتلكأ خلال طرحه للسؤال يعني لازم سؤاله يكون اسرع ممسوك اكتر ما عمله سياغة لانه السؤال الطويل بنعمل بتلات جمل هيدا هيك بس بقوله لطوني وانا بقول له يون عليك طوني خليفة بقوله انه ما في مشاكل ما في مشاكل بينه بينه دار شخصية ولكن في مشاكل مهنية شو المشاكل المهنية شو عم قارعه لكن اقول لك شي رح خبر حقيقة لأول مرة فكتلك شي فرا يلا اوكي بتمنى من اربع سنين قبل اه الفين وعشرة بنعرض علي يقدم برنامج بمصر نعم انا والله العظيم مش كتير بحب التليفزيون مم بس بهايدا السنة كانوا مسروقين سارقيني نهبيني وانا بحاجة لما بلغمالي مم فقلت ايه اجوا زاروني شخصيات كبيرة واعدوا معي مرة واتنين واتلاتة واربعة ويفوضوني لانه بدي طلع على التليفزيون بدي انتبه كتير ما فيني يقدروا باسمي مهم ما وقعت بس خلص عطيتهم كلمتي انه رح اعمل البرنامج يلا بدأوا حضروا نعم حجزت سديوهات وطوطوطو الاخرية بتليفزيون قاهرة والناس قاهرة والناس اللي بيصير تجيني معلومي انه عم يخدوكي على مصر بدل طوني وهي الكلام اللي عم بحكيه طوني بيعرفوا شاهد عليه مم ما بصاروا بيلحقوني لو وقع العقد ما كنت قبل وقع العقد مم ولا خبرت طوني ولا اتصلت فيه مم ولا جبت سيري صديق مشترك بيننا بتلفني بليلي بيقل لي وقعتي قالت له لا ومش حوقع قال لي والله عرفت لانه عم بيقولوا اه اخدينيك بدل طوني هلأ داها الكلام صحيح مش صحيح اه طلع نعم قلت له لا 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 ضويلة عرقبتون ما حدا بيقدر انا وطوني اعوزوا بالله اه بعدين شو جيبني لطوني انا بالتليفزيون هيشغل اه بتعترفي لك هيشغلته اكيد هو بيهو بيقدر يكون صحافي بنت لي ايه ناجح الموقع النشرة بس ما بيقدر يكون النشر اه اه بس هو بيعرف انه ما بيقدر يكون ندالي الاحمدية الصحفية والكاتبة وكاتبة القصة وكاتبة النت نعم فشو جيبني لطوني تليفزيونيا وليش بدي فوت على منطقته وليش بدي امنعهم من مصر وياخدوني انا بديلة لا لا والله مش حق وما كنت وقع طي بيتوصل فيي طوني كنت باني ما موقع يعني انا عم عم كب العقد وفدى اجرك يعني عندي طوني فقو ستمية عقد وفقو ستمية تليبيزيون وفقو ستمية شغلة الصديق عندي اغلى من اي شي بالكان ما يمكن ما حدا بيصدق بس انا معروفة بجدعانتي بتال فيلي بيقلي خلص ما في شي مش منزبوط يعني طلع وانا رح ببلش قلت له بس تفوت على السيديو بوقع قال لي خلاص وقع وقل نطرت لفت لبلش يعني وتأكدت تصور ووقعت العقد والتواريخ موجودة شو صار من بعدها خربت الارض ليه على رأس ما بعرف ما بعرف شو السبب وحيات الله ما بعرف من مين طيب والله حتى عنا صور من احنا اجا المنتج المنفذ بقلي احنا تعرفي انا ما بحبش طوني قلت له تعرف لو ما بتحبش طوني انا مش بحبك ده طوني حبيبي وحياتي ونورة هناية فاهم مين الشخص اللي لح سألق هيدا طوني اللي استضافوا كن عم بيقلي هيك عم بحكي عن المنتج المنفس نعم يلي استضافوا طوني على هو لا يطلع مسترجا لي هو مسترجا يحكي عني شي غلط مهم لانو مسترجي بفتع الحبس مهم قال لي حنغير قلت له لا مش حنغيرها قال لي طوني خد نفس قلت له ياخد نفس عنده وستوديو تاني ونحن شو المشكلة انت لهاي بدك تفرق بيني وبين طوني انا انا مش هكلمك خلص وقف تليفون وقفت رد علي تليفون والله يا تمام اول مرة عم بحكيهم بحيتي الا لا ديانا ديانا كتير بتساعدني ان شاء الله تحييرا ديانا انا كمان تقبل معينا ام تخليص الغليف الا بليس خلصيني وهي تقل لي خلص ما بقى التعاملي معهم ديانا معي يعني ديانا كمان بتحب طوني كتير كلنا بالمكتب بنحبه كلنا بالمكتب بنحب طوني ما بقى قبل ان نشتغل معه خاص ب انه انا يعني مهم انه مش واطع على المساري انا بحاجة للمساري بس انه الله بيبعث انت اسنائك انت بحاجة لمساري كتير اوكي كتير الله بيعرف وانا ما بتدين انا ما بتدين ولا بسحب قرد من بانك ولا بقول لحد عطيني بس اديا كتير بروح بيا من اه انه منصور بنفس استيديو باستيديو لما كنا عم نلتقي في صور عنا وطوني عم نلعب مع بعضنا ونضرب بقى محل هجمت عليه دربته لانه حكى هيك شي عن رأيه بقضية السد فيروز ما عجبني رأيه ما انه رأي عايب يعني انه بس ما عجبني هجمت عليه وكله مصورين عم نلعب شو فيه شو الزار ما بعرف فيه حدا دخل هو كان قبل بسنة بتصل فيه كان برنامجه مكسر الارض بمصر بيقلي وبرنامجه التاني كسر الارض وبرنامجه التالت تالت كسر الارض وعم بيحاربوه بمصر لطوني انا بعرف بس مش انا يا طوني طيب مين السبب نضال خليني احكي فيه حدا فيه حدا معين هو سبب اذا قلت هدا الحدا اذا قلت اسم حدا بطلع مثل الناس كذاب ومنافقة ما بعرف على طوني هو يقول مين اللي خلاي يعمل هيد التصريحات ويهجم علي ويتهمني بالبروموسيون ما بعرف انا لقيت حالة علقاني والرسالة اللي بعتط له ياها على الهواء وطلع قال انا بعتط له الله لا يبليك بمعنى الله يبليك يعني مثل ما انا مثل ما انا نبلايت لانه كنت وقفت البرنامج كنت عم بتدعي قدام وزارة السقافة وزارة العلامة وزارة الاتصالات بمصر لو وقف البرنامج لانه دخلت حية يارات حية دخلت وخرب دفعت له اربعمائة الف للمنتج المنفس اربعمائة الف دولار وضربت البرنامج وكمان هيدا اول مرة بقوله فوقفتوا قانونة يعني بتلات وما دفعوا لي ولهلأ انا وياهم بالقدر اليوم السبب بينك الخلاف اللي بينك وبين توني خليفة هو اعلامية لا صحفية ما بعرفه يعني انا بكون عم بتجنة لا ما بتجدقي تجنة ما بتجنة عليا ما بعرف مين اه ما بعرف هو يقول انا والله ما بعرف انت برنامجك ما نجح برنامج توني خليفة نجح بتوافقيني او لا او بتوفيلي بقول هيك توني هيك قال بالمقابلة معي يعني اليوم اليوم انحكى اه انه برنامجك نجح يعتبر نضال بمصر لك حياتي تفضل برنامجي كان بينجح مش ضروري التوني اكتر اقل عيب هيدا المقارنة اوكي بس قلتلك تمنتج برنامجي بمعنى تكسر يعني صرت انا عم بقلك كيفك انت عم بتقلي ما هم بالازهر بقلك انا طيب بالازهر صار هيك بتقلي انت عينيك لونه يعني هيك المونتاج صار صار مهزلي فما بتقدر تقيم المقارنة انا ركبت لمنتج صار انا عبمنتج عبسلمون الحلقة بيرجعوا بمنتج وبيكبوا على الهواء وانا ما بقدر شوف لاني بالاوتيل ما عندي القايرة والناس كنت اكلت الدرب لما عرفت رفعت الدعوة اربعة ايام اخذت خمسة ايام يعني كنت قطع بعد خمس حلقات وقفنا لاول مرة بتاريخ التليفزيونات برنامج بتقدر صحب تتوقف توقفوا عن الهواء عدا تا ما بيصيرك توني خليفة اكيد توني خليفة عمل مبادرة اتفقنا توني خليفة عمل مبادرة انا اليوم مش من مبادرته كانت لانه حاصل انه ظلمني ما هو بيعرف مميح يعني هو بيعرف انه ما عندي اللي قالوا عني مش مزبوط يعني عمي كفرها نزمبه سؤال صغير بس هاي دي اهمية تقدر تعملي مبادرة انت هلأ وتتصل فيه لا يبدو اتصل فيه هلأ وقت اتصل فيه ما بكرة منلتقي منتعشة منحكي بحضره بكتب عنه ما في داعي انه اتصل فيه شو هيا بحق لعب ولاد لا كيفك توني خلص اتكون عم بسمي اشتقتلك حبيبي تقبرني انت بعدك ازعر ايه والله اما بقول ولا كلمة مش من قلبي ابدا 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 هيدا لساني قلب عبارة عن قلب لعب الامار شو قصطة في كيلي هيدا تشفيرة شو مين بيلعب امار ما سمعت الحلقة اه رجع زكر المستمعين نا نا مش عمزكر المستمعين مش بسمع عم بسأل سؤال انا مش بس سمعت الحلقة وفرغولي اياها انا مسمع تفرغولي اياها اوكي وتقدمت بالدعاء طيب امام القضاء اللبناني شكرا دكرة تفضلي اه اه هو شو قال معك قال انه انا ضربت ايدي على الامار انه انت لما سألته انه ليش اه ما بتستحي كذا كذا انه تلعب امار يعني حدا يلعب امار انه مش المصاري هني اهم لعائلتك يروحوا كذا والقصاص انا حكا يا امتا انه انت كمان تلعب امار لشتوني بيلعب امار نبعف عم بسأليك طب وليش بصيرت هو بيلعب امار هو قار انه بيلزع عالكازينو بيدللو بالكازينو طب شو خصني انا شي مرة انا بروح معه عالكازينو اي شي مرة حدا شايفني بالكازينو انا اي انا رح تلعب ما كنتي مش كازينو لبنان يمكن هون بلبنان وين اي كازينو مرات لبنان انا بفوت على كازينوية لاس بيكاس لانو كلها كازينو ما في شغل كازينو اوكي بس شو يعني كازينو اه مرة كنا باستراليا بس ما بتحكي لا لا عيب هيدي اسرار ازا هو ازا هو يعني هيدي اسرار لا هيدي ما بتطلع نحنا امال حجيسي ايمن جوزة القصالة دهبي دهبي اه طوني باسم افغالي اه فيلها الشباب كنا برحل سوى على استراليا ام و اي شو الحقتن يعني انا انا و امل الحقنى هون امل حجيسي وضهرنى هون ما بعرف وقتا شو صار بالزب بس بذكر انو اي لامين للي كانو عم بيلعبو شباب عم بيلعبو بيلعبو على هايدي المكنة عرفت عول السنت انا ما بعرفهم صراحة انا بعرفهم انا بسافر كتير و هايدي السنت هارت مش انو امار اوكي اه اللي بذكر انو انا وضهره وقعت وقعت يعني بمعنى انو مش واعي وقتا جيت وبلشنا نعمل بحوصات شوفي براسي وابعده بيتمسخل عليها هالواقعة توني بسي تذكرها انا تعرف ما فيني احكي تفاصيل منلاحظ اني عم تقتق لانو في اشياء ما لازمة تقولة بتروح معك عالقبر وقال لأ انت بتكون نذل اذا بتمر هاي دا ملف يعتبر عنديك لأ عيب لأ عيب حدا امني على سر اعوزه بالله اعوزه بالله توني خليفة اعطيك اسرار لأله معك اسرار ما هو ما مكشوف ما هو توني مكشوف ما عنده شي ما عنده شي غير اللي بتعرفوه يعني مش لا لا ازعر مهلا قلت له ازعر ازعر يعني عم دلله اوكي ولا نسونجي ولا انت هايزي وصاحب موقفة توني صحيح يعني شو ايه بخبرني اسراره بس ما بتزله اسراره بدنا نواجه له تحية كبيرة لتوني خليفة وشكرا لانه ام بالمبادرة واليوم نضال احمدية وتوني خليفة بمصالحة طبعا الحمد لله اشتركوا في القناة